أعتقد أن العراق يقف على مفترك طرق خطير جدا الانتخابات النيابية المرتقبة في الأسبوعين المقبلين ستكون مفصلا تاريخيا لنكون منطقيين صورة تشرين أفرزت حكومة جديدة وهذه الحكومة برئاسة القازمية حكومة مكبولة على المستوى المحلي وعلى المستوى الدولي وساهمت بانفتاح العراق من جديد على العالم وعلى دول الخليج واتبت حد أدنى من العلاقات العراق الخارجية بعد أن عاش عزلة طويلة وأيضا حكومة القازمية رتبت الانتخابات بمعاد مبكر وفق مطالب السوار حينها واليوم هذا التراكم من الإصلاحات والتقدم الإيجابي مرهون استكماله بنتائج انتخابات تكون تواكب هذا العمل في حال عادة تكتلات الفتح وغيرها الموالية لإيران كأكسرية نيابية أعتقد هذا التراكم الإيجابي سيسقط كله وسيعود الأمور إلى ما كانت عليه سابقا يعني أي حكومات فاسدة وحكومات عميلة لإيران وميليشيات مصيدر على الدولة وغياب تام للمؤسسات اليوم عاد إلى حد ما انفصل بين الميليشيا والدولة وعاد بحد أدنى موضوع محاسبة من يقتل ناشطين ومن يقتل صحفيين هذا في سواء اقتصاد لم يكن موجود بالكامل لذلك أعتقد أن هناك مراكبة لمصاري العراق هل الانتخابات المقبلة ستكون مفصلية إما الزهاب باتجاه عودة الدولة بشكل تدريجي وعودة دور العراق في المنطقة دور منفتح ومحاور للخصوم والتناقضات الموجودة كما يحصل حاليا أو العودة إلى دولة الميليشيات والعصائب وغيرها تكون حديقة خلفية للحرس الثوري الإيراني ترجمة نانسي قنقر